الضربات كما تفضلت الآن هي الضربات لقدرات قادمة أو تطويرية للحرس الثوري للفصائل الموجودة في تلك المنطقة لكن أيضا هي منطقة شحن للأسلحة مهمة إسرائيل يعني تضرب المستودعات بشكل مستمر في لبنان في سوريا وهذا طريق شحن مهم يعتبر كذلك ومعروف على المستوى البري هل تعتقد بأن إسرائيل تخطط فعلا لحرب ضد حزب الله اللبناني؟ أنا بالنسبة لي شخصيا وقد كتبت في ذلك وربما بعثت مسودة البقالة إلى حضرتك عن طريق الواتساب أنا أتوقع أن هناك حربا إسرائيلية على حزب الله مهما تراجع حزب الله في هذه الأمور وفي مواقفه ضد إسرائيل نحن نرى أن ولا هدف ولا جندي ولا شخص مدني إسرائيلي قتل على يد حزب الله منذ الثامن من أكتوبر 2003 ولحد يومنا هذا بالمقابل نرى العديد من خيادية حزب الله سواء في لبنان أو في بعلبك وفي مناطق أخرى في الجنوب اللبناني يسيطر عليها حزب الله مقابل ذلك لم يستهدف حزب الله هدفا برموقا معتبرا في إسرائيل ولكن إسرائيل ربما وضعت في بالها أن على حزب الله أن يطبق القرار 17-01 الصادر من مجلس الأمن في عام 2004 على ما أبكر لست متأكدا من السنة على حزب الله قوات حزب الله أن تنسحب وراء نهر الليطاني ولمسافة 10 كم على الأقل من الحدود الإسرائيلية اللبنانية ولذلك إذا لم يستجب حزب الله لهذا الطلب الإسرائيلي فإسرائيل ستجبر حزب الله على ذلك عن طريق القوة وأنا شخصيا ونحن أيضا لا نتمنى حربا على لبنان من وراء تصرفات حزب الله شكرا